كل الناس ستكون جميلة جدا إن شاء الله أترككم الآن خطبة الجمعة كما كما الأدان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله الثالث أشهد أن محمد رسول الله حياة على الصلاة حياة على الصلاة حياة على الصلاة حياة على الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله بارئ البنيات غافر الخطيات عالم الخفيات المطلع على الرمائر والنيات أحمده حمد معترف بالتقصير وأستغفره استغفار مذنبي يخاف عذاب السعير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريكنا أحاط بكل شيء علما ووسع كل شيء رحمة وحلما وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبده ورسوله نبي الرحمة الداعي إلى سبيل ربه بالحكمة صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله فإن تقواه أفضل مكتسب وطاعته أعلى نسب يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أيها المسلمون في سير السابقين عظةٌ وهداية وفي قصص الأنبياء عبعةٌ ودلالة وما أحوج الأمة إلى النظر في تلك القصص والأنباء لتكون علماً ومناراً ومحجةً وإسفاراً وكلاً نقص عليك من أنباء الرسل ما نُثبِّت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وقصة أب الأنبياء وإمام الحُنفاء إبراهيم صلى الله عليه وسلم أشرف أولي العزم بعد نبينا وسيدنا محمدٍ صلى الله عليه وسلم قصةٌ مجللةٌ بالآيات والعِظات مكللةٌ بالعِبر والدلالات إبراهيم الخليل الذي جُعِلت الإمامة متصلةً بسببه وباقيةً في نسبه وخالدةً في عقبه لا ينالُها الظالمون من ذريَّته ومن خصائصه وفضائله خلعةٌ سنيةٌ لا تُضاها ومرتبةٌ عاليةٌ لا تُباها وخصوصيةٌ فريدةٌ لا تُساما فكلُّ كتابٍ أنزل بعده من السماء على نبيٍّ من الأنبياء فذلك النبي من ذريَّته وسُلالته قال جلَّ فعُلا وجعلنا في ذريَّته النبوة والكتاب ولما كبُر إبراهيم وعقُمَت سارة اشتدَّت لوعةُ الوحدة ومرارةُ الوحشة فدعا إبراهيم ربَّه أن يهبَ له عقبًا صالحًا فدخل بمشورة سارة على هاجر الأمينة المؤمنة فأنجبت له إسماعيل عليه السلام ومن هذا الفرع الشريف والغُصن المُنيف خرجت الجوهرة الباهرة والدُرَّة الزاهرة وواسطة العقد الفاخرة وولد خيرُ أهل الأرض على الإطلاق وسيِّدُ ولد آدم بالاتفاق نبيُّنا وسيِّدُنا محمدٌ صلى الله عليه وسلم الذي اختاره ربُّه واصطفاه ولم يوجد نبيٌّ من سُلالة إسماعيل سواه ودبَّت الغيرة في نفس سارة وتشعب لُبُّها وثار حُزنُها وشجنُها وتمنَّت على إبراهيم أن يذهبَ بها جرَ وابنِها إلى حيث لا تراهما فرَكِب إبراهيمُ به ما يطوي المراحل ويحذُو الرواحل حتى جاءَ بأمر ربِّه موضِع البيت الحرام في موطنٍ مُقفرٍ هواء ومكانٍ خلاء وبنادٍ جرداء ووادٍ موحش ليس به زرعٌ ولا ضرع ولا أنيسٌ ولا حسيس فتركَه ما هناك لا يملكان سوى جرابٍ به قنينٌ من الغذاء وسقاءٍ به يسيرٌ من الماء فتبعته أمُّ إسماعيل فتبعته أمُّ إسماعيل فقالت يا إبراهيمُ أين تذهبُوا وتتركُنا في هذا الوادي يا إبراهيمُ أين تذهبُوا وتتركُنا في هذا الوادي إلى من تتركُنا فقال إبراهيمُ إلى الله قالت رضيتُ بالله وفي لفظٍ قالت إِذَا لا يُغِيعُنا يا لها من عقيدةٍ صادقة توقِض الظمائر وتُرهِفُ المشاعِر استسلمت لقضاء الله وخضعت لحكمه وانقادت لأمره بلا تردُّدٍ ولا تعنُّت وفوَّضَت أمرَها وألجَت ظهرَها ووجَّهَت وجهَها إلى الحيِّ الذي لا يموت فلتأخذ المرأةُ المُسنِمةُ اليوم منها جرَ المؤمنة نبراسًا في الاتباع وقدوةً في الإنقياد وأُسوةً في الصبر والثبات وانحدر إبراهيم مُفارِقًا حُشاشةَ نفسه مُودِّعًا قِطعةَ قلبه مُستسلمًا للقضاء صابرًا على البلاء داعيًا دعاء المُوقِن بإجابة الدعاء رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِن ذُرِّيَّتي بوادٍ غير ذي زرع عند بيتك المُحرَّم رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاة فاجعل أفئدةً من الناس تهوي إليهم وارزُقهم من الثَّمَرات لعلَّهم يشكرون ومكثت هاجرُّ تعالجُ القضاء المحتوم فنفذ زادُها وجفَّ ضرعُها حتى لا تجِدَ لابنها ما أن يبُلُّ صداه ولا لبنًا تتلَى تتمدَّى به شفتا في مخمصةٍ مُقصعة ومسغبةٍ معطبة فهاجَ هلتِيَا عُطِفْلِها ونحيبُ صغيرِها وهو يتلوَّى ويتلبَّط يفحصُ الأرض برجليه ويضربُ الصلدَ بقدميه كأنه ينشقُ للموت فانطلقت كراهية أن تنظُر إليه وقد تقطَّعت نياطُ قلبِها فقامت على الصفاة واستقبلت الواديَ لعلَّها ترى أحدا ثم استبطنت الواديَ ورفعت درعَها وسعَت جهدَها حتى آتَت المروَّة فقامت فوقها ونظرت لعلَّ أحدًا يأتي نحوَها قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فذاك سعيُ الناس بينهما فلما أتمَّت سبعاً فلما أتمَّت سبعاً بين الصفا والمروة إذا هي بصوت فنادَت نداء اللحفان واستغاثت استغاثة الزمان أغف إن كان عندك غواث أغف إن كان عندك غواث فإذا هي بجبليل عليه السلام فبحث بعقبه الأرض فانبثق الماء وفار وتفجَّر نبع زمزم وحار والله لا يضيِّع من اتقاه ولا يخيِّب من رجاه فرحم الله ضعفها وفرَّج كربها وأنبع الأرض تحتها فجعلت تحوِّضه بيديها وتغرفه بكفيها وتسقي وليدها وتملأ سقاءها قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يرحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم أو لو لم تغرف من زمزم لكانت زمزم عينا معينا وها هي زمزم وها هي زمزم تسقي بأمر ربها الحجيج وتطفئ لها بل أجيج ويُسمع لها ثجيج خيرُ ماءٍ وجِد على وجه الأرض يقول فيها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إنها لمُباركة هي طعام طعم والشفاء سُقم وحلَّق الطير فوق الماء وحوَّم حول الرواب وصفَّق بجناحيه في السماء فرأت رُفقةٌ من جُرهما مُقبلين من طريق كدا فرأته رُفقةٌ من جُرهما مُقبلين من طريق كدا فأقبلوا يستأذنونها في النُزول بجوارها والإقامة في ناحيتها فألفى ذلك أم إسماعيل وهي تُحبُّ جِنسَها وأذِنت لهم حتى أضحَوا أنسَها وتوافَدَت أبياتٌ منهم عليها وهوَت أفئِدَةٌ من الناس إليها ونشأ إسماعيل بين ولدانهم وتكلم بنسانهم ونطق بعربيتهم وأنفسهم فقربوه وأعجبهم فزوجوه ثم فُجِع إسماعيل عليه السلام بموت أمه الصابرة وانتقالها جر إلى الدار الآخرة بعد أن أرضعته جميل الشمائن والخصال وبادرته بالتأذيب حتى بلغ مبلغ الرجال وتربية الأولاد هي مهمة المرأة العُظمى ووظيفتُها الأولى ومتى ضُيِّعت ضاعت الأمة وأجيالُها وفسدت أوضاعُها وأحوالُها وكان إبراهيم يفِدُ إلى ابنه لماما ويتفقَّدُه أحيانا تُهيجُه حُرقةُ الاشتياق ويُزعِجُه ألم الفراق والشوقُ إلى الولد لا يرُدُّه صبر ولا يستقِلُّ به صدر فجاء يوماً وإسماعيل يبري نبلاً فلما راهُ قام إليه فَصَنَعَا كَمَا يَصْمَعُ الوالِدُ مَعَ وَلَدِهِ عِندَ التَّلَاقِ بعد طول الفراق ثم أخبر إبراهيمُ ابنه بما أمره ربُّه من بناء البيت على أساسٍ من التوحيد والحنيفية ونبذي الشرك والوثنية فرفع إبراهيمُ القواعد من البيت وإسماعينُ بين عينيه وطوعُ يديه ورهنُ كفيه يأتي بالحجارة ويعينُ أباهُ في البناء والعمارة فلما ارتفعَ البناء جاءَ له بحجرٍ ليقومَ عليه فقام إبراهيمُ على حجرِ المقام حافيَ القدمين يبني وإسماعيلُ يناولُه الحجارة وهما يقولان رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ العليم وما شأنُ العمل بلا قبول وما قيمته بلا رضا وما فائدته بلا أجرٍ ولا ثواب فاتخذوا من الإخلاص وصيلةً إلى القبول ومن الموافقة والاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم وسيلةً إلى حصول الأجر والثواب المأمول فالمرائي لا ينتفعُ بعمله والمبتدعُ لا يُثابُ على سعيه وتمَّ البناء وصدحَ إبراهيمُ في الأرض بالأذان والنداء فأقبلت الوفود وتقاطرت الحشود من عهد أبينا إبراهيم صلى الله عليه وسلم وإلى يومنا هذا والمسلمون يأمون الكعبة المعظمة والبطاح المُقدَّسة والمشاعر المُحرَّمة وقد توحَّد منهم اللباس على اختلاف الأجناس وتوحَّدت المناسك على اختلاف البلدان والممالك اجتمعوا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمدٍ صلى الله عليه وسلم وعلى منَّة أبينا إبراهيم حنيفًا مسلمًا وما كان من المُشركين بُنيانٌ واحد وجسدٌ واحد يسعد بسعادة بعضه ويتعلم لألمه ومرضه يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المُسلم الذي له ذمَّة الله وذمَّة رسوله فلا تُخفِر الله في ذمَّته أخرجه البُخاري وأصبحت الكعبة المُشرفة قِبلةً لأمة محمدٍ صلى الله عليه وسلم ولكلٍّ وجهةٌ هو مُولِّيها ولكلٍّ طريقةٌ يرتضيها ووجه المُسلم حيث توجَّه به دينه لا يخرج عن جهته ولا يُماثِل غيره في نحلته وحليته ولا يُشابِهُه في سُنَّته وآيئته ولا يُقارِبُه في خُلُقه وطريقته وأنا لأهل الإسلام أن يتوجَّهوا لغيره والوحيُ نزل عليهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صاروا ببركة رسالته ويمني سفارته ونور دعوته ودلالته خير الأمم فالثبات الثبات يا أهل الإسلام والحذر الحذر أن تزلَّ بكم الأقدام فدينكم هو القبلة الصحيحة وشريعتكم هي الوجهة المُستقيمة وعقيدتكم هي الفطرة السليمة ثبَّتني الله وإياكم على الحق والهُدى حتى نلقاه أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله الكبير المُتعال أحمده على جزيل النوالي وكريم الإفضال وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تقدَّس عن الأنداد والأضداد والأمثال وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبدُه ورسولُه كريم الخصال وشريف الخلال صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه خير صحبٍ وأكرم آل أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله عز وجل فبالتقوى تحصلُ البركة وتندفعُ الهلكة إن العاقبة للمتقين أيها المسلمون ورأى إبراهيم في منامه رؤيا ورؤيا الأنبياء حق محنةٌ تدُكُّ الجبال وتُذكِل الرجال شيخٌ كبيرٌ جالد الأيام وأحنَته الأحداث الجسام يُؤمر بذبحِ ولده وفرِي أوداج فلذة كبده وإنهار دمه بيده أي نفسٍ تطيق هذا البلاء وأي قلبي يقوى هذا العناء ودخل إسماعيل ليقُص عليه أبوه رؤياه ويُخبره بمحنته وبلواء يا بني يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى فيقول إسماعيل طائعًا لربه وملبيا صابراً ومؤديا منقاداً وراضيا يا أبا تفعل ما تُؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلم وتلَّه للجبين طاوعه الإبن الصالح بالتمكين وكان لي أبيه خير معين يا أبا تفعل ما تُؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أمر على حلقه بالسكين ناداه أرحم الراحمين يا إبراهيم قد صدَّقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المُبين وفداه ربُّه بذبحٍ عظيم وخلَّصه بكبشٍ لحيم ليُعلم أن البلاء ليس للتعذيب ولكنه للتمحيص والتهذيب فحين تعلَّقت شعبةٌ من قلب إبراهيم بمحبته إسماعيل وقد اتخذ الله إبراهيم خليلاً أُمِرَ بذبح المحبوب فلما شرع في ذبحه دلَّ على أن محبَّة الله أعظم عنده من محبَّة ولده ونفسه فخلصت الخلَّة من شوائبٍ مشاركة ولم يبقَ في الذبح مصلحة فأين من هام قلبُه وتشتَّتَت نفسه في العِشق والولَة والعلَق والسَّفَة والهوى والعلَة فيوماً بالعُذَيب ويوماً بالخُليصا وتارةً ينتحي نجدًا وآوِنةً شعب العقيق وطورًا قصرَتيما حبٌّ لغير الله وخلَّةٌ لم تُؤسَّس على تقوى موطئٌ زلق ومسلقٌ خطير وخزايةٌ لا تبلَى ومسبَّةٌ لا تفنَى ومعابةٌ لا تُنسَى ولا يجتمِعُ حُبُّ الرب الأعلى بحب المعشوق أبداً والذين آمنوا أشدُّ حبًّا لله الأخِلَّاءُ يومئذٍ بعضُهم لبعضٍ عدُوٌ إلا المُتَّقين فيا لها من موعِظةٍ فأين السامِع؟ ويا لها من تذكِرةٍ فأين التائِبُ الراجِع؟ ويا لها من موقِظةٍ فأين النادمُ الخاشِع؟ يُؤمرُ الخليلُ بذبحِ ولده فيُباشِرُ الذبحَ بيده وتستكبرُ نفوسٌ على الشرعِ الحكيم وتستنكِبُ أنتلينَ وتستكِين لأحكام الدين فويلٌ للمُستنكفينَ المُستكبرين الرافضينَ للحق المُضِلينَ للخلق يومَ يُحشَرونَ صاغِرينَ حقيرينَ ذَلِيلينَ يومئذٍ يوفِّيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحقُّ المُبين أيها المسلمون ومضت سنةُ الأضاحِي علماً للملةٍ إبراهيمية وسنةً في الشريعة المحمدية تُذكِّر بالتضحية والفداء والصدق والوفاء والصبر والثبات عند المحنة والبلاء وحُسن الاستجابة لله في السراء والضراء مضت قصةُ إبراهيمَ وهاجرَ وإسماعيل تُبينُ بأن الإسلام ليس بمحظ التسمي والانتماء ولا بمحظ الانتساب والادِّعاء ولكنه إيمانٌ راسِخ ويقينٌ صادق علامته الخُضوع والإنقياد الذي لا يصُدُّ عنه صاد ولا يرُدُّ عنه راد ولا يحمِلُ على تركِه مُضاد مضت قصةُ الإبتلاء العظيم تُذكِّرُ أمة الإسلام وهي تعالجُ أمواجَ البلاء بأنه لا حُجَّة في الزيغ عن منهاج الاستقامة ولا شُبهةَ للحياد عن وجه الحق ولا تعلُّل للتعالي عن واضِح المحجَّة ولا تعلُّل للتعالي عن واضِح المحجَّة ولا معاذيرَ في المُلاينة على حساب العقيدة والدين فسلامٌ على أبي الأنبياء وسلامٌ على إمام الحُنفاء سلامٌ على إبراهيم عباد الله إن الله أمركم بأمرٍ بدأ فيه بنفسه وثنَّى بملائكة المُسبِّحة بقدسه وأيَّهَ بكم أيها المؤمنون من جنِّه وإنسه فقال قولاً كريماً إن الله وملائكته يُصلُّون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلُّوا عليه وسلِّموا تسليماً اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك محمد ورضَ اللهم عن خلفائه الأربعة أصحاب السنة المُتَّبعة أبي بكرٍ وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين والتابعين لهم وتابعيهم بإحسانٍ إلى يوم الدين وعنَّم عن بمنِّك وكرمك وجودك وإحسانك يا أكرم الأكرمين اللهم أعزَّ الإسلام والمُسلمين اللهم أعزَّ الإسلام والمُسلمين وأذِلَّ الشركَ والمُشركين ودمِّر أعداء الدين وانصُر عبادك الموحِّدين ودمِّر الطُغاة والبُغاة والمُعتدين اللهم أدِم على بِناد الحرمَين الشَّرِفَيْن أمنَها ورخاءَها وعِزَّها واستِقرارَها ووفق قادتها لما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين لما تحب وتوضى وخذ بناصيته للبر والتقوى ومن عليه بالصحة والعافية والشفاء يا رب العالمين اللهم وفق نائبيه وإخوانه وأعوانه لما فيه صلاح العباد والبلاد يا رب العالمين اللهم طهر المسجد الأقصى من رجس يهود اللهم عليك باليهود الغاصبين والصهينة الغادرين اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية واجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان اللهم أصلح أحوال المسلمين في اليمن والشام اللهم أحقن دماءهم وصن أعراضهم واحفظ أموالهم وأمنهم واستقرارهم يا كريم يا رب العالمين اللهم ارفع الفتن والشرور والحروب عن بلاد المسلمين اللهم ارفع الفتن والشرور والحروب عن بلاد المسلمين يا أرحم الراحمين اللهم لا تشمت بنا أحدا ولا تجعل لكافر علينا يدا اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا وفُكَّ أسرانا وارحم موتانا وانصُرنا على من عادانا يا رب العالمين اللهم يا حي يا قيوم اللهم احفظ حُجَّاج بيتك الحرام اللهم واحفظ زُوار مسجد رسولك صلى الله عليه وسلم اللهم احفظهم بحفظك وكلهم برعايتك وعنايتك يا كريم اللهم من أرادنا وأراد بلادنا وأراد المسلمين بسوء اللهم فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره يا رب العالمين اللهم اكشف أمره واهتك ستره واجعله عبرة يا رب العالمين يا قوي يا عزيز عباد الله إن الله يأمر بالعدن والإحسان وإيتاء ذي القرباء وينهى عن الفحشاء والمنكر والباغي يعيذكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم اشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون